تكلمت عن خوف من الله وخوف من الشيطان وخوف من الموت من؟ الموت أيوة لا من الناس من الناس ناس بتخاف من الناس لكن هل في أدلة كتابية ممكن نعطيها؟ في أدلة كتابية وفي أدلة كتابية بتوري أن في ناس أزت ناس يعني مثلا يوسف من الأزاء؟ أخواته أقرب ملي هو عمل حاجة كان رايح يفتقد سلامة أخواته لكن يوسف اللي رايح يفتقد سلامة أخواته أسلموه حسدا وكانوا مش طيقين الكلام اللي قالوا على نفسه ولا طيقين معاملة أبو ليهم فهو ما عملش حاجة لكن غضروا به تلقى المسيح نفسه أسلموه حسدا الإنسان الشرير لا يقبل أنه حد يتفوق عليه فممكن يغضر به دون أن يصنع شيء الناس ممكن تخطط وكتاب يتكلم عن الأشرار الأشرار مهما يصنعوا ده هنقرأ آية على اللي عملوا مع المسيح في سفر أعمال إصحاح أربعة لكن هنجلها في الوقت المناسب في الكلام لكن بيتكلم كده قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك الكدوس يسوع الذي مسحته إيرودوس وبيلاطس البونتي مع أمم وشعوب إسرائيل كل دول عملوا إيه؟ خططوا المسيح عمل لهم إيه؟ كان يجول يصنع خير كان بيعمل كل شيء صالح لكن دول خططوا له فالناس يقول لك إذا كانت يعني عملوا كده بالعود الطيب هيعملوا معي إيه؟ فالناس يخافوا هل المسيح عالج الخوف الناس؟ آه وهنتكلم فيها في موضوع الخوف الناس اشتركوا في القناة